الفرق بين الجمع والقصر احنا عندنا قاعدة مهمة لو نحفظها نرتاح بالنسبة للجمع والقصر القصر للسفر والجمع للحاجة احفظها القصر للسفر الجمع للحاجة اذا هل تقصر في البلد؟ ابدا لان القصر خاص بيش في السفر فقط الجمع للحاجة هل تجمع في السفر؟ نعم هل تجمع للخوف؟ نعم هل تجمع للمرض؟ نعم هل تجمع للمطر؟ نعم اذا لا يكون القصر في البلد ابدا انما يكون القصر في السفر اما الجمع فيكون للحاجة هو يقول الفرق بين الجمع والقصر الجمع تجمع بين صلاتين وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء القصر أن تقصر الصلاة الرباعية يعني إذا صليت الظهر تصليها ركعتين وإذا صليت العصر ركعتين وكذلك العشاء ركعتين أما الفجر والمغرب فليس فيها قصر